لم يكن الوصول إلى مشارف ناحية تلعبط وتطويقها من ثلاث جهات من الأمور السهلة فقد كانت قبلها العديد من القرى والقصبات التي تم تحريرها وكان آخرها البوثة الشرقية التي تحررت أشرع لواء على الأكبر اليوم بالهجوم على منطقة بوته بدأنا في الصباح الباكر من منطقة تلفارس باتجاه منطقة بوته تقدمنا بثلاث محاور محور أيمن ومحور أيسر ومحور دخل القلب المدينة كان واجب المحور الأيمن هو قطع الامداد من انتجاه تلعفر والمحور الأيسر كانت مهمته قطع الامتاد من جهة تلعبطه تمكننا من قطع الامداد على المنطقة وثم دخولها بوقت قياسي والحمد لله دخلت قواتنا بدون أي خسائر كانت انهزام العدو واضح ومؤثر مما تركه من أسلحة واعتداء في هذه المنطقة ونحن الآن أخذنا المنطقة بوقت قياسي وبتحرير هذه القرية أصبحت القوات على مشارف تلعبطة التي تعتبر من أهم المناطق الستراتيجية بالنسبة للإرهابيين لاقينا مقاومة بسمودج المقاومة لأن العدو الداعشي بدأ بالانهزام بسرعة كبيرة بعد تلقيه ضربات من اللواء مجاهدي اللواء على الأكبر ولعل ما يجري هنا على الأرض إنما هو دليل على أن الإرهاب لا مكان له في العراق فابن الوسط والجنوب إلى جانب من لم يقبلوا بالمذلة من أهل المنطقة يلاحقون الفلول قرية تلو الأخرى وليس من الإرهابيين إلا الفرار أمامهم